هسمع أراء أستاذ جمال وأستاذ حمدي بس نعم على برج وي بعد كده نشوف أستاذ عزيزي لازم نتفق أن المدرب توفيق مع منتخب وعدم توفيق مع منتخب آخر لكن لا نبخل مجهوده الراجل ولا اسمه بالفعل هو صاحب إنجازات وعمل شكل المنتخب بالقلوب تاني حاجة أنا مش شايف أن احنا نقلل من فوز المنتخب المصري قدام أسبانيا ما أسبانيا مهما كانت بتلعب بمين اسمها منتخب أسبانيا يا جماعة ليه نقلل من نفسنا لا ده بالعكس أنا أفرح بأداء المنتخب اللي بتطور كل مباراة والتالية بأفرح بمكالي اللي هو بيعرف يتعامل مع المباريات كله حسب الأداء بتاعها في الملعب أفرح أن احنا قدرنا نوصل في المركز الأول في المجموعة لأن دايما اللعبة في المجموعات هو حصد النقاط وليس الأداء لأن الأداء بدون فوز ملهوش دعم صحيح والبطولات الكبرى لزي كده لا تعترف بالأداء ولكن تعترف بالنتائج أيوة خاصة أننا ما سعدناش في صدارة المجموعة قبل كده حسنا نسعد في مجموعة في المنتخب الأسباني في صدارة هذه المجموعة ستركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر